بالفترة الأخيرة قاعد نشوف الكثير عندنا بالكويت أنهم يألفون كتب ولكن قليل من أنهم يتميزون يتركون أثر في مجال الكتاب ويكونوا فعلاً متميزين اليوم راح نتكلم ونتحاور مع ضيفتنا الكاتبة أمينة الكنديري ودخولها في هذا المجال خصوصاً إصدارها قهوة على قارعة الطريق حياتش الله أمينة الله يحييك يا عرب تسلم نورتنا تسلم في البداية ودنا نتحاور ونتكلم عن الكتاب ودخولك في هذا المجال الأمور كثيرة بتفاصيل ولكن نبين حق مشاهدينا منه أمينة الكنديري أمينة الكنديري نقولها بقصيدة مطلع قصيدة نبلش فيها وبعدها نشرح تقول أنا لست زاهدة الحياتي أحبني وأحب الحب في التأويل للناس وأخاف كل الخوف من تجريحهم تلك التي تخلط الخمر بالشعر في الكاس أعود ضمأة أعود ضمأة وقلبهم بالمجد ينتصر أم أشرب الشعر وأرنو لجلاسي أطوف بقومي أبتغي أملاً نبضاً يدل على عيشي وإخلاصي يعيش الحب في زمن صعيب الرؤى محفوفاً بحراسي أكتب الشعر أمر الدرب يسبقني إصبع يعيب قلبي وإحساسي أنا لست فاحشة أنا لست فاحشة حدود الدين تقضمني أنا السلام حول كنيسة بأجراسي صح سانج أمينة الكندري هي كاتبة مهندسة كيميائية خريجة جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول أحب الكتابة وأحب الشعر منذ نعومة أظفاري فيتها الأبيات كمقدمة أساس أبيل للناس أن الكتاب يمثلون أنفسهم الكتاب لا يمثلون الشيء اللي الناس يشوفهم فيه أو النظرة اللي يشوفهم فيها الكتابة فن جداً راقي فن كبير أبعيد عن كل شيء موجود في الدنيا ممتاز هل نقول أمينة هذه القصيدة اللي ذكرتها منه شوي تمثل أمينة الكندري تمثلني ممتاز الأمانة ونتي تصور فيني عن القصيدة يمكنني بتي طاري الحب ذكرتيني اللي الكاتب البرغوثي قال عنده أصدار الأخير الحب غابة أم حديقة فالكتاب جداً جميل وفعلاً قاعد نشوف يعني إصدارات شوابنا الكويتين قاعد نفسون وايد من الكتاب الكبار اللي صار لهم فترة طويلة في مجال الكتاب الله يفكش في هذا المجال ونشوفتش فعلاً اسم من سامي الكتاب الكبار عندنا في الكويت علاقتتش في الكتابة ومتى بلشت علاقتي بالكتابة علاقة قديمة نقدر نقول قبل الهبة قبلها تصير هبة فعلاً صار بالفترة الأخيرة في هبة كبيرة صار عندنا وايد كتاب لا تريد من الكاتل فعلاً مميز أو داش هبة أنا مع الكتابة أنها تصير عادة إيجابية أن الناس تكتب بس إذا أنت تبي تكتب لازم تقرأ يعني القراءة خطوتي قبل الكتابة الناس لا يعتقد فيهم الشيء هذا أنت لا تستطيع أن تكتب محتوى كبير لا تستطيع أن تكتب شيء لمعنى وفي رسالة إذا أنت لا تنتقار جيد فالكتابة بدأت معي لما كنت نستطيع أن نقوله برابعة بتدائي برابعة بتدائي برابعة بتدائي بدأت قصة حبي للكتابة صدفة شلون؟ اشتركت بمسابقة المكتبة مع أبلط المكتبة حزتها فكانوا البنات كلهم يطلعون بالفرصة يستانسون وشذا وأمينة كانت تقعد بالمكتبة تصنف تصنيف ديوي العشري تطلع مجلة ماجد سدرة أحمد وفي مجلات منهم انقرضة وليس موجودين فقعدت معاها وصارت المكتبة حياتي فبديت أحبها والحمد لله فست المركز الأول على الكوتب مسابقة المكتبة حزتها وصبت كل سبوع اشتري مجلة ماجد وحبيت الموضوع وحبيت أني أقرأ وأكتب حلو ذكرتين أيام الابتدائي لما نستعير كتاب من المكتبة ونسجل لخبين الكتاب بعدها الردة لكن مو مجلات اللي ذكرتها أنا ما لحكت على الجيل مجلات ماجد وغيرها المجلات اللي حين مو موجودة ولكن لحكت على بعض القصص اللي دايما فعلا لما نشوف أشخاص وايد مختلفين ولكن مختلفين وهما ناجحين ومتميزين ما عندهم مثل باج الناس اللي بس نبي ممكن ناكل أو بس نبي نشرب وحياتنا طبيعية روتين متعودين عليه لأنه بنكون فعلا نترك أثر واسمنا يكون موجود في يعني بعد عمر طويل لذكر اسمنا يقولوا والله فلان والنعم في قدم حق الكويت وقدم حق نفسه شي جميل خلنتكلم عن إصدارة قهوة على قارعة الطريق وليش اخترتي هذا الاسم أحسن الاسم جدا ممكن يشد الواحد لأنه يروح حق الكتاب ويسفسر شون هذا الكتاب كتاب قهوة على قارعة الطريق هو نصوص هو أول كتاب قسم النصوص حق ست مواضيع مختلفة كل شي موجود حولك بالدنيا موجود بهذا الكتاب ست محاور مختلفة على حسب نكهات القهوة شو معنى القهوة؟ لأنني شخصيا أحب القهوة الكاتب حلو يحط بعض منه في الكتاب يعني في عبارة أنا حطتها بالكتاب أن أنا أضع في الكتاب بعضا مما أحب وما أكره لكنني لست سيدة القصة هذه الكتابات مشرط أنها تمثلني فيه وغايد ناس للأسف ما يفهمون هالشغلة عبالهم الرواية مثل قصة صارت حق الكاتب القصص القصيرة تمثل مثلا فترة زمنية أو حقبة في حياة الكاتب مو شرط الكاتب الشاطر يتأمل ويتمعن الناس ويوصل مشاكلهم بأسلوبه بطريقته حلو فأنا وصلت كل شي موجود حولي بالدنيا نسمى أنا قلت لك بسج فصول مختلفة أول فصل يحمل عنوان قهوة بنكهة الحياة ثاني فصل يحمل عنوان قهوة بنكهة الحب ثالث فصل قهوة بنكهة الغياب رابع فصل قهوة بنكهة المواسم وأقصد بالمواسم الشمس القمر الليل النهار المطر الحلو اللي يعني اليوم وفي ناس صلوهم بردي وفي قهوة بلا شكر يتكلم عن القهوة نفسها وفي فصل أنا جدا أحبه ومنه طلع عنوان الكتاب اللي هو قهوة على قارعة طريق بصحبة قلم مشرد فهذا الفصل يهتم بالكتاب بالحروف بالقصائد بالشعر بشكل عام وبالنسبة حق اسم الكتاب قهوة على قارعة الطريق يتلك قهوة لأني أحب القهوة وعلى قارعة الطريق رمز إلى البساطة إلى القلوب المتشردة الناس اللي فيه ناس ترى فنانين بس ما عندهم مكان يحويهم مثل من سافر بره تلاقي الناس اللي تعزف وتحط جدامها مثلا الخوذة والبعض يتبرع لها فيه ناس ترسم فعلى قارعة الطريق أقصد فيه أن الفن غير محكور بمكان ما أحتاج أن أنا أسوي مؤسسة كاملة عساس أطلع منها فنان الإنسان الفنان فنانه بروحه وبعقله وبإبداع اللي وصله حق الناس بطريقته بالأمانة يعني شرحت لي اختيار الاسم والتفسير جدا جميل ولكن أنا لم أقرأ الاسم واللي فسرته من عندي إنه ممكن أخذ قهوتي واروح أي طريج أنا أختاره وأستمتع بالكتاب وقرايته حلو تفسير حلو تفسير حلو زين اش كثر أخذ منك وقت عشان تصديرين هذا الكتاب مع أن انتي تستهوين وعندتش يعني موضوع الهواية للكتابة من راغب تدائق قاعد تقولين فليش خنقول التأخير هذا كله الكتاب انكتب في أربع سنين هي أربع سنين ضمن سنوات دراستي بكلية الهندسة التأخير يا لأني فضلت أتخرج بعدين أتفرغ حق الكتابة لأن الكتابة عالم ثاني يختلف تماما عن عالم الأرقام دنيا ثانية شعور ثاني فالتأخير كان بسبب الدراسة والحمد لله عقب التخرج يا الكتاب حلو أن الواحد يشوف مصلحته وين وما يستغنى عن هوايتها اللي هو يحبها وليحب أن يمارسها بشكل عام ولكن لها وقت معين لأنا أقدر أمارس فيها هذه الهواية شون أكثر الكتابات اللي تستهويتش؟ الكتابات اللي تستهويني أنا أقرأ على حسب الحالة يعني أنا مستانسة الحين رح تلاقيني أقرأ شيء في فرح ضايق خلقي شوية رح أقرأ شيء حزين وهالشيء هم موجودة بعبارة داخل كتابي وهو الشيء اللي خلاني أقسم الكتاب حك ست فصول حتى عبارة تقول قراءة كتاب لا يتناسب مع مزاجك الآن لا يقل ضررا عن أخذ دواء خاطئ لعلاج علماء يا سلام فما يصير أنا مستانسة أروح أقرأ شيء يضايق خلقي فأنا أؤمن في هذه العبارة فأنا أقرأ على حسب حالتي الشيء اللي أنا أبي أقرأها الحين هل نشوف نحن وايد من الكتابي يعني كتاباتهم تكون وراء مدرسة معينة أهم يختارونها أننا حابين هذه المدرسة يتم إصدارات كتاباتهم على اختياراتهم أهم يختارونها ولكن أمينة الكندري عندك مدرسة معينة تحبين تكون في نمط معين تمشين عليه لا ليش لأن هالشيء يقتل الإبداع أنت لما تقول حق الإنسان هذا طريج واحد أبيك تمشي فيه عشان توصل ما رح يشوف حوله لو حوله شير ما رح يشوف لو حوله نجوم ما رح يشوف لو حوله عصافير ما رح يشوف لأنه أنت حددت بطريق معين فأنا ضد أن الإنسان يتقيد بالكتابة بأسلوب واحد لأنه ما رح يقدر يطور من نفسه ولا رح يكتبه بطريقة مبدعة ممتاز يمكن السؤال الأخير لحقتم فيه هذا اللغاء معا شمينة يمكن وايد ما تكرر وقع نشوفه من تشر بين الشباب في البعض يفضل أنه يقرأ الكتاب عبر الانترنت ولكن في البعض تكون له علاقة كيميائية خنقول بينه وبين الكتاب نفسه لازم يكون عنده يخضط الجمل والمقالات والأشياء اللي هو اللي يحبها فتكون علاقة غير حتى مسكة الورق غير فهل أنت قاعد تشوفين الكتاب خنقول الشباب يقع يروحون للانترنت أكثر ولا قاعد يشترون الكتب في كتاب في كتاب شباب وايد يروحون حق الانترنت لأنه أسرع ولأنه يعني بنفس اللحظة كليك يطلع للي أنا أبي فيه شباب لا يحبون يشترون الكتاب فهذا يعتمد على ذائقة الشخص نفسه فيه ناس تحب تشتري كتب وإذا بتقول لي مثلا الكتب مو موجودة وهم يطلبونها بالانترنت تنزل لهم أونلاين فيهم كتبات وايد بدون ذكر أسامي ممكن تطلب منها كتب توصلك النسخة الورقية اللي عندك بالنسبة لي أنا أفضل للنسخة الورقية وأنا نفسك أفضل لأنه فيه علاقة غير تكون بينك بينك في كينيا يصير ملمس الأوراق لما أنت تشفت السلورية لما أنت تحط البوك مارك اللي هو فاصل الكتب بالنص هذه الأشياء كلها مو موجودة بالنسخة الإلكترونية ممتاز كل شكر لك آمن لك أندري كاتبة ومهندسة أرفقك في مجالك وإن شاء الله نشوفك في إصدارات ثانية غير القهوة اللي أنت اخترتيها إن شاء الله يا رب تسلام ما تقصر حياة الله من أولادنا فاصل صغير وراء الدين